بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عليه بكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوسياج للعنبي اليوم تلكم وصفة مكررة يعني كانت حط تقبل في القناة ووسط هذه اسمها صلاة الزيتونية وصفة بسم الله ما شاء الله لأول مرة كانت تعرضت في اليوتيوب في قناتي واليوم إن شاء الله أعود هاكم هكذا بشتعم الفائدة وصفة ولا أروع وصفة يعني بسم الله ما شاء الله كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير في كيف التحضير أي روح نشوف بعضنا كيف التحضير المقادير روح نشوفه يا الله الرح يا الله الرح هنا عندي هريسة طونة كتفستوم عندي تابل كروية عندي ففلسود وعندي 500 غرام زيتون دينوائتي يعني بدون نوع شوفوا هذا الزيتون بدون نوع أنا لازم نحو النواة كامل كامل لأنه لو كانت تفوت وحدة فيها نواة راح تفزد الوصفة أنا نحط الزيتون تاعي كنت اغسلته مليح ونبدأ نبحث عن نواة هذا في وسط الزيتون أنا لازم لي زيتون كامل نبحثه باش منقاش فيه العظم يعني النواة هداك لرح نرحيه في الأشوار لو كان نرحي زيتون في الأشوار ويعدي يعني نواة واحد أو عظم واحد رحي في الزيتون الوصفة كاملة أنا لازم نبحثه ليه باش نجاوه كامل صافي هكذا كما تشوفو العملية جد سهلة تقدروا انكم تخدموها وجيء ضوق ولا أرواة شوفو هنا القيت نواة هاو العظم ها في الزيتون كامل ارتال كامل القيت يعني كعبة واحدة يعني حبة واحدة تزيتون فيها نواة نغسل مليح وكنت هنا صخمت الماء يعني غالية الماء مليح هكذا ونحط الزيتون تاعي هنا كامل باش نحل الملح تاعه هاداك نحطه في الكسر هنا ونرجعه فوق النار يتغالى مليح باش نحل الملح هاداك هكذا ونحطه فوق النار تاعي نخاله يغلي ونبعد راح نطفي عليه ونطرقه نصف ساعة حتى يعني يخرج منه ذاك الماء كامل او الملح كامل ونعاود نغسل المليح في الصفايا كما كم شوفو هنا ونجيب الأشوار طاعي نحط الشفرة طاعه هكذا ونحط الزيتون في الأشوار انا عندي طل زيتون انتم تقدروا نصف طل تقدروا يعني كمية صغيرة او كمية كبيرة ورح تضوقوه ويعجبك ما شاء الله ما شاء الله انا عندي ثلاث فصص طوم وذلك الطوم يعطينا الدوق يعني حيغير في الدوق ويجينا ما شاء الله نحط الأشوار طاعي ونبدأ نرحيه هكذا هنا بعد ما رحيته نفتح عليه ورح نضيف المكونات المتبقي هذا هو قوام ومدر حاشم الليح مززال سنضيفه هنا الهرسة الهرسة هنا ميشحارة يعني شوية فقط تكتعرفوا تلك العلبة هذيك ميشحارة حضرت ملعقة وربع وضفت تابل وكروية وهو يعني تابل او كصبر وكروية نزيده في السود ونزيده هنا كمية من الزيتون وهنا الزيت الزيتون ضروري للوصفة هذه لخليها يعني بتضوق ما شاء الله نعاود نغرق عليها ونعاود نرحيها مرة اخرى هكذا يعني نبقى نضغط على الزر هذك ونضغط ونضفي حتى نتحصل على زيتون يكون مرحي تقريب تماما هذا هو الزيتون تاعي لتحصلت عليه انا رح نضيف له علبة التونة التونة هذي اختيارية انا عززت به الضوء تحبوا تضيفوا التونة تحبوا تخليوا هكذاك يعني انتم لكم اختيار اما اضافة التونة للزيت هذي يعطينا الضوء خارق للعادة ونعاود نغرق عليه ونحاول ان نرحيه يعني ضربة اثنين فقط يعني انه روم رحي باش يتمزج معه التونة فقط فقط هكذا ونعاود نرحي اختيار هذا ونجيب طبق تاعي ونبدأ ان نحضر في الزيتونة او صارات الزيتونية تاعي هذا هو الزيتون اللي يرحيته وحصلت عليه بضوق ولا اروع يعني ما فيه مكونات بزاف والنتيجة صدقوني اروع 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 انا كنت نعملها في رمضان وكنا نعملها في الاعمال قبل يعني وانا نضيف لها عصة قارص اللي معنش قارص يضيف كمية خل فقط انا طحلي اللي علفتها القارص نحيه ونعاود نخلط حتى تتمزج كل مكونات مع بعض ونجيب هنا طبق تاعي ونبدأ ان نحط في الزيتونية تاعي هذه العملية جدا سهلة وما فيها صعوبة يعني بشوية زيتون تقدروا يديروا صلطة بسم الله ما شاء الله صلطة مزينة وضوق يعني بالتاب الكروية والثوم والهريسة يعطينا الضوق يعني روعة 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 انا في البيت اهلي كامل يحبوه يعني لما نخدموه كلهم يعني يجريوه يفضل في نهاره وهنا نبدأ نزين فيه تزين عادي ورق مع النوز زيتون ونعمل نصف بيضة في كل جهة وشوية حميس من فوق او صلطة مشوية تزين يكون اختياري وانتم اذا عملتوها في البيت يعني تقدر ما تزينوهاش الا اذا كان جاكم ضيوف او في رمضان يعني لسان يحبو زيتون هنا البيت فقط يعني تقدر انتم تديروا حبة بيض واحدة تقسمها على ربعة وزينو بها عادي دايما التزين يكون اختياري واتكلوها بالصحة ان شاء الله ونضيف لها من فوق شوية ملح وففل السود نضيف بيض ونضيف فوق البيض كذلك كازينة او ديكار او حميس او صلطة مشوية هذا فقط للزينة والضوق هنا اجبت زيتون هنا اجبت زيتون ضروري يعني هذا الصلطة لازم لها زيت زيتون نضيف 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 وهكذا نكملت الوصفة ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تبقى لان هذه الوصفة تضيف في قناتي منذ سنة او كتر من سنة ولأول مرة تنزل في اليوتيوب هذه الزيتونية لأول مرة توجد في اليوتيوب منذ سنة ونصف حاطيتها انا اول مرة احبائي رب خيدينا نقولكم رب يحفظكم ويبارك فيكم رب يتبتكم ان شاء الله جزاكم الله كل خير ولا تنسوا دائما اخوانكم بالدعاء هذه عقيدة ولازم احنا دائما ننساو ما ننساوش عافون اخواننا بالدعاء وهذا اضعت الايمان رب ينصرها ان شاء الله على اعداء وربي بارك فيكم منتم وسلام الحار لكل متبعين متبعات وزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة ان شاء الله ولا تنسونا من الدعاء فقط هنا لا تنسونيش من العجاب شكرا شكرا